السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتكم قناة ساينس كلاود. معيكم ميسا ماني محمود غاني. والنهاردة ان شاء الله هناخد لسون فور في كونسيبت سري. بتكلم عن يعني الضوء وحسة البصل. احنا عرفنا ان احنا عرفنا ان ما يقدروش يشوفوا اي حاجة بدون وجود سورس اف لاي. وعرفنا طبعا ان في بعض الحيوانات اللي هي اللي بتقدر تشوف بطريقة كويسة قوي مقارنة طبعا بالانسان. نتيجة وجود خاصية عندها اسمها التاب تمليوسيديا. واسناء ما كنا بنتكلم عن التاب تمليوسيديا مش راحنا بتشتغل ازاي اتكلمنا عن الرفليكشن. فتعالوا كده نشوف الرفليكشن اللي هو انا عكاس الضوء ده بيحصل ازاي. عندي في اكتيفتي نمبر ايت تجربة بسيطة كده ان انت هتجيب مصباح او اللي هو الفلاش لايت دوت اللي هو الكشاف. وتجيب مختلفة عندك. احنا هنعتبر الماتيريال دي هي المراية والماتيريال دي بابر بقى وماشا او اي حاجة تاني. يعني اي حاجة اي راف ماتيريال ودي سموس اند شايني ماتيريال ودي راف ماتيريال. وهنبدأ ان احنا نوجه اللي خارج من التباح ده الفلاش لايت ده على الميرور. وهنشوف الملاحظة بتاعتنا ايه? وبرضو هنوجهه على البيبر ونشوف الملاحظة بتاعتنا ايه? فهنلاحظ ان كل اللي اللي ساقط من الفلاش لايت على الميرور او السطح اللي هو السموس اند شايني. هصله وممكن كمان استقبله على حائط مثلا فهيديني ايه? هيديني الانعكاس بتاعه على الحيطة دي او المكان المظلم دوت ويباني ان هو ايه منور. لكن بقى الضوء لما يسقط على او اي سطح تاني رف خشن هبص لان هو حصله انعكاس ايه بس مقدرش ان انا استقبله على حاجة ويكون منور. يعني هيحصل ان انا هشوف هنا في ضوء. هراحز ان في ضوء سقط. هينعكس لعنية انا. انا اللي هشوفه. يعني انا هشوف ان في ضوء سقط وهينعكس لعنية. يعني في حتة منورة على السطح الخشن ده. نستنتج من كده ايه يا ولاد? الاستنتاج او اللي انا بستنتجه من من الاكتيفتي ده ان بتاعكس الضوء بشكل افضل من الرف متاريال. يعني انا دلوقتي لما اعمل التجربة دي فانا هلاحظ ان الميرور المراية عكست الضوء كله وقدرت ان انا استقبله كمان لو حطيت حائل مظلم هبدأ الاقي الحائل ده بقى عليه بقع الضوء منورة. التجربة دي ممكن تكون انتو تعرضتولها كتير في حياتكو العملية كده. لو حطيت الضوء او صلطت الضوء بتاعي بتاعتي سقطت على راف سيرفز فايه اللي هيحصل? هشوف ان الضوء نزل على الرف سيرفز دوت وانعكس لعناي انا بس. ما قدرتش ان انا استقبله تاني متجمع كده وكتير على حطة او مكان مظلم. وده لان السموز اند شايني سيرفزز زي الميرور كده تعكس الضوء افضل من الرف متاريال. في اكتيفتي نمبر ناين بقى احنا بنتكلم عن الكلام اللي احنا عملناه في اكتيفتي نمبر ايد ده كده بالزبط بس احنا بقى هنا بنكتبه وبنقول الاستنتاجات بتاعتنا. لما اللايت بيسقط على اوبجيكت معين يعني جزء من طاقة الضوء ده الجسم بيمتصه. وجزء من اللايت انرجي ده بيحصل له بينعكس. لو في عندي اشعة كده من الضوء. سقطت على اوبجيكت معين. جزء بيحصل له ايه بيتم امتصاصه بايزة اوبجيكت. وجزء التاني يعني عكس. وجزء التالي بيحصل له ايه? الجزء التالي ميجو ثرو ده اوبجيكت. ممكن يمر من خلال الابجيكت يطلع من الناحية التاني. طبعا ده لما يكون ايه ترانسبيرانت اوبجيكت. من هنا بقى اجت التقسيمة بتاعت المواد بتاعت. اما تكون اجسام معتمة. اما تكون ترانسبيرانت اوبجيكت اجسام شفاف. او اوبجيكت او اوبجيكت ماتيريالز زي ار اوبجيكت زي دون تقلو لايت توبا ثرو ات. مواد دي كده بتقول للدوق معلش انت مش هتعدي من خلالي. ليه? هو كده انا اوبجيكت جسم معتم. زي ايه? زي الروكس. الاحجار طبعا. والوود الخشب والميتلز المعادن والهيومان بادي جسم الانسان. لما الدوق يجي يمر كده ويطق ويعمل يعني يخبط يعني يخبط فيه الوود اه سطح الخشبي بيحصله ايه? بينعكس وجزء بيتم امتصاصه بيحصله لكن ما فيش اي جزء خالص بيمر من خلاله. ما بيحصلش. لكن نيجي بقى للترانسبيرانت اوبجيكت زي الجلاس الجلاس ويندو. الشباكة الازاز بتاعك اللي انت بتقدر تشوف منه كل حاجة بتحصل وراه. ده معناه ان هو ترانسبيرانت اللاو لايت بيسمح للضوء بيسمح للضوء ان هو يمر من خلاله. زي الاير الهوى والووتر المية والجلاس ويندو اللي هو الشباكة الازاز واللنسز العدسات. كل الحاجات دي بتسمح للضوء ان هو يمر من خلالها. لما نيجي نتكلم بقى عن الشادو. احنا طالما تكلمنا عن الاشياء اللي بتسمح للضوء ان هو يمر من خلالها والاشياء اللي ما بتسمحش للضوء ان هو يمر من خلالها. يبقى لازم هنا نتكلم عن الشادو الظل. تعالوا قبل ما ناخد الجزء اللي موجود عندكم في كتاب نشوف اصلا الظل بيحصل ازاي شادو ليه احنا بنشوف الظل تخيل عندك كده ان الشجرة اللي واقفة قدامك الجميلة دي انت بتبص عليها انت واقف هنا كده بتبص عليها ماشي ودي عينيك الجميلة وبعدين بتبص لقيت الشجرة ليها شادو تحت كده باللون الاسود زي ما انت شايف كده قدامك بالزبط اللي بيحصل ايه بقى اللي بيحصل ان جاي من الاتجاه ده جزء منه بينعكس لعينيك عشان تقدر تشوف الشجرة احنا قلنا ان مش هقدر اشوف الشجرة لو مفيش سقط على بتاعي وحصله عشان يبدأ يعمل اللي موجودة في عناي والجزء التاني اللي موجود بيتم امتصاصه طبعا يعني الشجرة بابزورب جزء من ضوء الشمس ده والجزء التالت بقى اللي مش بينعكس الشجرة عبارة عن ايه وباك اوبجيكت وباك اوبجيكت يعني ايه يعني جسمه معتم جسمه معتم مش بيسمح للضوء ان هو الدون تقلو لايته بسره مش بيسمح للضوء ان هو يمر من خلاله فيبدأ يحصل ايه يبدأ يحصل ورا الشجرة دي جزء ما فيهوش لايت انرجي ما فيهوش ضوء الدوء تم ايه امتصاصه وانعكاسه يعني حصله ابزوربشن وحصله ايه وحصله ريفليكشن ونو لايت بس رؤيت ما فيش اي لايت عادة من خلالها ووصل للنقط دي وصل للاماكن اللي هي على شكل الشجرة دي ليه لان كل اجزاء الشجرة وباك اوبجيكت كل جزء من اجزاء الشجرة وباك اوبجيكت فعملت حجب عملت حجب عملت زي حاجز كده قالت للضوء لا انت مش هتعدي انا يا ام هعمل لك ابزوربشن همتصك يا ام هعمل لك ريفليكشن هعكسك فكل كل كل اشعة الضوء اللي سقطت على الشجرة اتقسمت في الاتجاه اندو الجزء حصل له ابزوربشن وجزء حصل له ريفليكشن وما فيش اي لايت بث رؤيت فيبدأ يظهر الشادو الظل بتاع الشجرة يبدأ يظهر وراها في الاتجاه المعاكس يعني لو الصن موجودة هنا كده ناحية الغرب فيبدأ يظهر الشادو ناحية ناحية الشر العكس في الزبط. في عكس الاتجاه بتاعي اللايت. طب احنا ليه بقى بنشوف unique shadow يعني انت ليه بقى بتشوف unique shadow ليه بتشوف الظل بتاع جسمك انت الانسان لو ماشي على الطريق و الشمس مثلا وراه لها هيبصه يلاقي قدامه فيه شادو موجودة على الارض. لو ماشي والشمس قدامه هيبصه يلاقي في وراه شادو لو على يمينه الشمس هيلاقي على شماله الشادو. لو لو لاي على شمال الشمس هيلاقي على يمينه الشادو. سفكده طبعا بكوز human body is ignite object. هو جسم معتم. that absorbs light بيمتص الضوء or reflect it. او بيعكسه. بدون تألو light وبس سروء it مش بيسمح للضوء انه هو يمر من خلاله. دي بقى للجزء بتاعنا اللي بنقارب بين ال smooth surfaces الاسطح الناعمة والشيني والاسطح rough الخشنة. اسطح الناعمة زي بالضبط الميرورز كده هي اسطح او surface is smooth like mirrors. the light rays will reflect on one direction. the light rays هتنعكس في one direction with the same angle. بنفس بالضبط الانجل. at which they strike the object original. ده شكل light وهو بيسقط او strike او hit. strike او hit يعني بيخبط او بينزل. بيصطدم بيه السيرفز بتاعنا. ده السيرفز بتاعنا. اللي هو هنا بقى في الحالة بتاعتنا في السموز هنا الميرور. الميراية. بيسقط بانجل معينة بزاوية معينة هتلاقي بيانعكس بنفس الزاوية بالضبط. لو هنا ستين هتلاقيه هنا ستين. نفس الزاوية بالضبط. طالما hit او strike the surface وهو smooth فهيانعكس او يحصل له bounces back او reflected back او ريحصل له reflection in one direction كلهم في اتجاه واحد. with the same angle. بنفس الزاوية. طيب لو هو rough surface بقى لو هو سطح خشن. لا. لو هو سطح خشن. يبقى انا عندي اللي هيحصل ايه? ان light raise will scatter. scatter يعني تتشتت. تتشتت. تصبح ايه? تصبح مشتتة كده. كل واحد ينعكس في زاوية مختلفة عن التانية. على حسب بقى ما هو سقط. ما هو surface بتاعي ايه? surface بتاعي rough reflection. زي ايه? زي painted surface. الاسطح المدهونة. الاسطح المدهونة او اللي بيكون عليها دهان ما بتكونش ما بتكونش بنفس نعمة الاسطح الى هي النعمة اللي بتعكس الضوء في zay mirror. وبالتالي لما white energy بتسقط عليها حتى لو كلها سقطة بانجل واحدة. فاللي بيحصل ان كل شعع بينزل في نقطة مختلفة عن التانية واحد بينزل تحت واحد بينزل فوق واحد بينزل على الحرف هنا واحد بينزل على حرف هنا واحد بينزل على حرف هنا فكل واحد مكان النقطة الليه نزل فيها هيحصل له bounces back منها. وبالتالي هيحصل اسكاتر او تشتيت للديركشن بتاع اللايت ريز المنعكسة وده هو اللي بيخلناش نشوفها اسطح ايه شايني او لامعة او بتقدر نجمع الدوق ده تاني على حائل ونستقبله ويعمل سبط كده من الدوق تاني دي كانت مقارنة سريعة كده وبسيطة جدا بين الـ smooth surfaces والـ rough surfaces ازاي اللايت اللي بيخبط المتر بتاعتي او الـ object بتاعي نتخيل معايا ان ده object انا عايز اشوفه ازاي اللايت لما بيخبط فيه الانسان بيشوف انا قلتها لكم في اول الحصة وهعيدها تاني بالتفصيل دلوقتي ان الـ light when light trees fall on an object لما الـ light trees بتسقط على object معين او strict matter او بتخبط الـ object ده hit او strict اللي بيحصل احنا قلنا الـ object او اي object او اي متر بتتعامل مع الـ light trees بتلات طرق ياما تعمل لها absorption تمتصها وتعمل reflection لجزء التاني ياما تعمل لها absorption وتعمل reflection لجزء وتخلي جزء تاني باث رؤية يعدي من خلالها فاللي بيحصل ان الجزء اللي حصل له reflection ده اللي بيحصل فيه الجزء اللي حصل له reflection ده بيانعكس ليه الـ eyes ويدخل جوه الـ eyes يلاقي ايه بقى يلاقي sensory receptors اللي موجودة في الـ eye sensory receptors دي وظيفتها انها بتعمل ايه sensory receptors دي وظيفتها انها بتستقبل الـ information او the stimuli اللي جاي من بره اللي بيكون على شكل light energy هي اللي بتصير sensory organs اللي موجودة في الـ eye اللي هو sensory organ بتاعي تاخد sensory receptors light energy او الاستمولي ده تحوله انتو ايه انتو electric impulse الـ electrical impulse دي تبدأ تمشي في الـ nerve بتاعي لحد ما توصل لمين لحد ما توصل للـ brain الـ brain يبدأ يترجم اه يقول لا دي ده كرسي دي شجرة دي مخدة ده سرير ده مش عارفة ايه ده لون ابيض ده لون احمر ده لون اخضر الـ brain بقى بيبدأ ان هو ايه يترجم كل يعني يترجم الـ light energy او electrical impulse اللي جات من بره دي عشان يقول لي السور اللي انا شايفها اللي بتحصل حوالي دي هي ايه بالظبط كل ده طبعا ياولاد بيحصل في جزء من الثانية كل ده بيحصل في جزء من الثانية بكده اولاد نكون خلصنا مع بعض lesson 4 اتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ولو لسه مشتركتوش معانا في القناة تشتركوا وتقولوا عليها لكل اصحابكو اشوفكو على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته